هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرنك تقريبا هذا سادس كوست لاينا غطيه وصراحة لايق الاهمية عن اللي قبله لانه راح يعطيك تلزمن جدا مهم شاردو فالكسندر ولي راح يعطيك بوست مش بس بوست غريتري بوست يعني بشكل كبير مجرد ما تشوف هذه الكلمة يعني البوست راح يكون نسبته جدا كبيرة للأتاك باور أوف سكل يعني قوة الهجمات اللي تتنفذ فيها المهارات تنبيه يا شباب نهاية هذا الكوست ممكن يكون مش شاردو فالكسندر يجيك تلزمن ثاني والتلزمن يختلف بتدخل على وصف التلزمن اللي عندك بس ما تلقى كلمة غريتري غريتري ما تلقى تلقاها بوست بس كذا دايركت وهذا أقل أهمية أو أضعف من التلزمن اللي ممكن تحصله فأتأكد من الآيتم اللي معك وفي التختيمة الثانية إذا كان عندك الآيتم العادي ممكنك نجيب الآيتم الأفضل عن طريق الخطوات اللي راح أرويكم إياها ثاني أهم شي تحصله من هذا الكوستين اللي هو الجار هلمت ولي مكتوب بوصفه made with bride by iron fist Alexander يعني الصنع بفخر من هذا الألكسندر واللي راح يسوي لك بوست جدا كبير في الثروينغ بوت أو القدور هذي اللي ترميها وتوقع هذي من أكثر الآيتمات المهمة في اللعبة اللي مسحوب عليها ورح ينزل لها إن شاء الله مقطع بكرة بعد ما غطي الكوستلاين هذا والكوستلاين اللي هو ضعفه في الابديت الأخير طبعا يا شباب من الأحظة المهمة أن الخطوات هذي كلها مش إجبارية فممكن أنك فوت بعضها أو وصلت إلى نصر الكوستلاين وتكمل من منطقة معينة فأنا لابدني أذكرها كاملة وانت تشوف وين ممكن تكمل معي المهمة بطول مقدمها أكثر جنب السينست بريج غريس بوينت أو الجسر هذا اللي رويتكم الماب طبعا راح تحصلونهم غرز في هذا المكان راح يطرب مساعدكم وتعطيه صقعتين على قفاه ويقوم إذا في هذا المرحلة لسه ما قاتلت رادان ممكن تقابل أليكسندر قبل الساحة في نفس القلعة اللي قاتل فيها رادان بتلقاه هناك جنب الديب وممكن أنك تتكلم معاه أما إذا كنت جديد وما عرف توصل رادان راح تطرق صورة المقطع واضيف على المقطع هذاك أنه ممكن مشكلتك أنه لازم تفعل القطعتين اللي تفتح لك الغراند لفتوف ديكتوس اللي موجودة في هذا القلعة وهذه القلعة بترقى فوق القلعتين هذا له وتحصل القطعة اليمين والإسارة عشان تفعل هذا الغراند لفتوف ديكتوس بعدها راح تحصل جنب هذا القريس بوينت التريبورت موجود راح تستخدمه وتروح إلى القلعة طبعا هذه الطريقة مهي بالوحيدة ولكن نتكلم عن تجربتي وملاحظة أخيرة لازم أنك تكلم هذا الشخص بعد ما تكلم ألكسندر أو الديب اللي موجودين تحته أول ما تطلع من السلم تحصل على إسارك لابد أنك تكلمه وشيء إجباري هذا عشان يفتح لك اللفت لأن كثير جتني كومنتات في مقطع رادان اللفت مش مفتوح عندنا اللي يوديه لساحة رادان المهم بعد ما تقاتل رادان ستحصل ألكسندر جنب القريس بوينت وممكن تحصل على ذيب بعد هناك طبعا يوم تكلمها هيقول لك ما عليش أنا زبنت وتكسرت سوء أنا ضعيف ومنها السوارف بعدها هيجي إلى سيوفرا ريفر ويل بتدخل هنا بتنزل تحت الأرض عن طريق اللفت اللي موجود في هذا المكان وتتوجه إلى البائع اللي موجود هنا تشتري منه هذا الآيتم اللي راح يفيدك في المرحلة الجاية والخطوة الجاية هذا الآيتم راح تستخدمه أو ترميه على ألكسندر من وراه وراح يساعده من الخروج من التغريزة الثانية الخطوة اللي بعد هذه بتكون عند السيدة وتركيف راح يحاول يهيل نفسه في أكثر من طريقة توصل لهذا المكان والعلى أسهلها أنك تيجي عند هذا الأنمي وتخليه يبلعك ويرصبنك في المنطقة هذه منطقة اللهيب واللي راح تحصل فيها ألكسندر جالس يهيل نفسه في وسط هذا اللهيب طبعا بعد ما تخلص الكلام معه راح يعطيك الحلمة اللي هو شغلها الأولى من هم الشغلات اللي تحصلها تكملة الكوست من هنا راح تكون في المنطقة الثلجية ولابد أنك تكون قاتل رينالا أو قودريك اللي يعطونك القريه ترون أنصحك أنك تمشي على مسار القصة مثل ما نزلت في المقطع وراح تمشي وتجيب القريه ترون من غير أي مشاكل وبعد ما تقتل ماركت في الليلدن ثرون راح تجيك مرينة وتعطيك القطع اللي تحتاجها غير كذا نزلت مقطع أشرح فيه كيفية الوصول إلى المناطق الثلجية إذا واجهت فيها مشاكل المهم قبل أن توصل للفاير جاينت أنصحك أنك تيجي لهذا المكان وتقتل الهنتر اللي يرسبن أو الانفيدر اللي يرسبن عليك لأنها راح يعطيك من أهم الأسلح الموجودة في اللعبة اللي هو الكتانا وراح يعطيك الماسك حق الساموراي نسيتسما غير كذا فيه أمور أنصحك أنك تستكشفها حوالين المنطقة الثلجية كاملة قبل أن تقتل الفاير جاينت لأنه مجرد ما تقتل البوس تبع المنطقة تختفي الأمور هذي كلها وراح يساعدك هنا أليكسندر في قتل الفاير جاينت وبرضه إذا واجهت مشكلة مع الفاير جاينت ممكن تشوف هذا المقطع أو الترويج هذا المقطع كله ترويج المهم بعد ما تقتل الفاير جاينت راح تيجي إلى الفورج أوف ذا جاينت في هذا المنطقة القريهس بوينت بتقدر تتكلم مع ميلينا وهذه أحد الطريق اللي تنقلك المنطقة اللي بعدها اللي تقاتل فيها الدو الضعيف والدب في الدراغون تمبل ألتر تقريبا اسمه ومن هناك بعد ما تقتلهم راح تتوجه نفس ما هو موضح بالفيديو وطبعا في نهاية هذا الطريق راح تحتاج اللي هو الستون سورت كي عشان تفتح المنطقة الضبابية اللي تكون في نهاية هذا المسار هذا الموقع النهائي اللي راح تقابلون فيه أليكسندر وراح تحصلوا منه الشارت أليكسندر اللي هو التلزمن اللي تكلمنا عليه من أهم التلزمن اللي موجودين طبعا ضروري تنتبه يا عزيز المشاهد في هذه النقطة انك بعد ما تكلمه لازم ترجع تكلمه مرة ثانية مجرد ما تكلمه المرة الثانية راح تبدأ معه التحدي طبعا هو بيقول لك انها على وشك انها يموت ويريد يموت موتها كريمة شيء زي كذا فيريد مواجهة يريد واجه تشامبيون زيك يا عزيز المشاهد فعطى هذا شيء واجلده وراح حتى بعد ما تجلده راح تقدر تكلمه وضروري انك تكلمه تقريبا مرتين عشان يعطيك الشارت أليكسندر وراح يشكرك على هذا القتال النزيه أو القتال المشرف فلذلك طول عمر تكلمه أكثر مرة لا تنسى بعد ما تكلمه ولا تقول لي والله ما جاني الايتم فانتبه لهذا الشيء إذا عندك الايتم الثاني روح وجيب الايتم اللي هو الكريتلي التلازم الثاني اسمه ووريير ولكن الملاحظة المهمة انك ما تقدر تستخدم الاثنين في نفس الوقت فلا تقول لي والله بروح بجيب الثاني وحط اركب الاثنين فضروري انك تنتبه لهذا الشيء والايتم الثالث اللي تحصلون للاكسندر ايناردس هذا الكي ايتم اللي راح يفتح لك المشن الجاي ان شاء الله في المقطع الجاي اللي هو القدر الصغير اللي اسمه جار اللي اضافه في التحديث القبل اخير وبس يا شباب اتمنى المقطع نال لعجابكم اشكر من تلسمين القناة هنتر وبندر ومشاري وسموراي وفي سفن أب والمن تلسم الجديد دروف شكرا لكم وشكر موصول لكم من دعمني بلايك وكومنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة